الفنون الجميلة بوزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين معرض الربيع السنوي لفنون التصوير والنحط والجرافيك والخذافة وذلك في خان اسعد باشا بدمشق القديمة طبعا لي واليوم أيضا بشاركنا صباحنا فنانات مشاركات بالمعرض الفنانة نسرين طريش وهي مختصة بفن الكولاج باستخدام القماش والفنانة أيضا مرام الحلبي سعد صباحكم صباح الخير أهلا وسهرة فيكم يا صبايا بالبداية رح نبلش ونحكي عن المعرض يلي أقيم بخان اسعد باشا ويلي هو يمكن ضم العديد من الفنون مثل ما ذكرنا من نحط من الجرافيك من الرسم إلى آخرين الحقيقة هي مؤول مشاركة دي بالمعرض هي رابع مشاركة كل سنة تشارك من 2014-2016-2015 و2017 هي السنة أنا أغلب لوحاتي اللي بشاركة هي كولاج قماش الحقيقة هو بيشمل كتير مثل ما قلتي تفضلت ناحية رسم خزاف حتى مواد مختلفة مثل اللي بيشتغنوا أنا كولاج قماش كتير كانت بصراحة هي فرصة حلوة لالتقاء الشباب مع بعضها وكل الفنانين أنه يتعرفوا على تجارب بعض ويستفيدوا من بعض توصلت ضوء أيضا على يمكن المواهب وعلى المنتجاتي اللي بتقدموها وأكيد نحن رح نكفي حديثنا معانيا سعليه بس رح نروح حالا نتفرج على التقرير التالي المعرض بالضغم حوالي سبعين عمل لفئة الشباب دون خمسة وثلاثين عام فتتح اليوم ويستمر لحوالي عشر أيام لنهاية الأسبوع القادم تقريبا الحقيقة هو ضمن الفعاليات بترعاها وزارة الثقافة الفنون الشابة رعاية وتشجيع وتحفيز المواهب الشابة في هالفترة يلي الفن هو أحد أوجه ووسائل الثقافة اللي بترعاها وزار الثقافة خلال هالفترة العصيبة اللي بيمر فيها البلد هو معرض الربيع برعاية وزارة الثقافة ومعرض سنوي للفنانين الشباب طبعا من سنتين نحن حاولنا نعمل نزام الجوائز بهذا المعرض للسن تحت الـ 35 الغاية منه هو تحفيز الفنانين الشباب لأنه يقدموا نتاجهم بشكل أفضل ويصير في تنافس بين بعض لحتى نحن نختار الأعمال الأمياز ونشوف يعني دائما بعملية المسابقات والجوائز يقدم أفضل شيء بالنتاج أول مشاركة إدي هون بالمعرض لو حتي بتحكي عن الفزاعة وهون بحكي عن الرياحة كيف أنه بتذهب الرياح بالبشر مو بس حتى بالحقول أو هاي وبتير حابة أنه شاركت لأول مرة وهي خطوة يعني خطوة جديدة بمستقبلي وحابة كمان شارك لبعدين بأكتر يعني من معرض وإن شاء الله يعرف هاي أول خطوة حتى بلش يعني حلمي وهدفي بعمل اللي مشارك فيه اليوم عم حاول أعمل حالة دمج أول شيء اختياري لخشب الزيتون هو حالة قدسية الخشب الزيتون فيه له قدسية خاصة يعني مميز عن باقي أنواع الأخشاب بيحمل روح بيحمل حالة شبيهة بحالة الإنسان اسم العمل بوسيدون بوسيدون هو إله البحر بختار الاسم كمان من الأساطير كمان الأسطورة عند الإنسان هلا إلها قدسية إلها وجود أكتر المعرض هو كثير مهم لأنه كرسنة بيكون واسمه كبير نعرف بين الفنانين مهمين كثير وإلنا فرصة كثير منيحة للشباب لأنه ما كثير لنا فرص بالبلد فهذا بيكون كثير ممتاز عملي اسمه ظهور ظهور يعني أنه عم يتلع من الشيء من الوضع اللي هو فيه الأسال هم اللي نحنا فيه للنور من اسمه مبين ظهور الانبصاق إلى النور السلام للحب للشيء الجديد يعني أنه وداعاً للماضي السيء وأهلاً بالجديد إيه حبيت أقدم شيء يعني من ثقافتنا الصوفية بس يعني بأسلوب جديد فيه حداثة بألوان بالخطوط بالتلقائية بالرسم الشيء العفوة الطفولة قريب للطفولة كنت أرسم أنا سريالي أول شيء واقعي بس لقيت الصوفية فيه كثير فانتازيا أو شيء سريالي خيالي فيه يعني فيه واحد يبحر فيه مثل ما تابعنا إجواء المعارضة رح أن نقل لك صباح الخير يا مرامة عن جديد مرامة أنت طالبت سنة ثالثة مختصة بالجرافيك حكي لنا عن مشاركتك بهيدا المعارض وحكي لنا يمكن عن بما أنك طالبة تش كمان مهم أنه يمكن يتسلط الضوء على الفن يلي عم تقدميه يلي هو فن الجرافيك أول شيء أنا هي أول مشاركة قبل المعارض ما كانت مشاركة قبل المعارض هي فرصة حلوة أنه نحنا نرجع أعمالنا اللي اشتغلنا عليها وطعبنا عليها للناس أنا الفن الجرافيك هو أكيد حفري الطباعة موجودة كليل الفنون الجميلة أنا كانت لوحتي عن طباعة المعدنية تقنية الأفورت والألفونة وبتحكي عن الأقنعة حلو يعني كمان مشاركات عم نشوف واسعة بهذا المعارض رح نرجع لك نسريا وتحكي لنا عن أعمالك شو تميزت أعمالك بهذا المعارض الحقيقة أنا دائما مثل ما ذكرت أنه بشتغل أعمال كلاج قماش شي مختلف وياللوحة الفريدة بالمعارض أنه من كلاج القماش هلأ كمان بشتغل تقنية مختلفة عن باقي الفنانين أغلب الفنانين بيشتغلوا كلاج القماش بطريقة القص واللصق أنا هلأ أنه بضيف عليها بدل ما ألصق لصق بخيطة بالخيط بالإبرة والخيط بتعطي الجمالية كثير حلوة لللوحة طبعا ألوان مختلفة بالخيطان وهذا الشيء كثير أنا ببسوطة أني عم علموا كمان لطلاب مراكز الفنان التشكيلية كثير كثير عم يحبوه شي جديد طبعا عم يلاقوه مختلف يعني وممكن نستخدمه كمان بعدة شغلات مشرط أنه لوحات كمان بصير مثلا تكايات عم نعمل منهم عم نشتغل عالب عأناني مفارج طاولة يعني ممكن إلو كمان عدة استعمالات مو شرط أنه لوحات فلمية نعم نسرين قديش مهم يمكن هيك أعمال أنه هي ما تنقرد أنه هي يمكن تعلم لأجيال تانية عم تشتغلوا على هيك شي يعني غير أنه عم تشاركوا بمعارض وتقدموا فنكن وتقدموا هاي الموهبة عم تشتغلوا على نشرة أيضا لكل حدا حابب يتعلمها شي أكيد والمراكز اللي حكيت عنا يعتاب على مديرة التربية كلها بدمشق وأهلا صار عنا عشر مراكز وأكتر ولسه عم تكتر أكتر أكتر ولأنا بدرس بصراحة بثلاث مراكز منهم عم أعطي الشي اللي أنا عم اشتغله للطلاب ولكل أعمار من ست سنين للميوعة عشرين إذا بدك يعني أعمار مختلفة ودون ما نحدد إنه شو الأختصاص أو دارس أو مدارس لكل الأعمار ولكل الناس يعني هذا الشي أكيد عم يشجع ومثل ما ذكرتي إنه عم يحافظ على التراث اللي قلتي عليه وطبعا عم ينطرح بطريقة جديدة وأسلوب جديد أكيد نسرين رح نحكي مع مرام عن الصور اللي نعرضت الجرافيك شو أكتر شي تميزتي فيه بالمعرض؟ يعني شو أكتر شي أنت حبيتي يكون عنوان لألك؟ عنوان لوحتي هو أقنعم أقنعم أنا يعني اللي محب أدمع بالفن الجرافيك هو ما كتير ناص تعرفوا محبيت بيين قده هو الفن كتير حلو فن كتير راقي واللي بيتميز فيه هو الأثر الجرافيكي اللي بيتركو يعني أثر يمكن الحمض لما يحفر المعدن يترك أثر لما نصبعه على الورق كتير حلو جميل مختلف كمان فحبيت بيين هالشي وكمان بدي أحكي أنه أنا كمان مشاركة بتنمية الحرف المستدامر بالكيس سليمانية أنا برسم النباطي على الخشب وهلأ كمان عم بشتغل عليه هاد الموضوع خيش وحلو يعني كمان بدنا نقول بما أنه هاي مشاركتك الأولى بالمعرض كيف يمكن صار عندك حافظ أكتر أنه أنت يمكن تشاركي بمعارض ثانية وثالثة ولكن يمكن صار عندك فكرة أنه أنا ما بدي كم مشاركتي بهايك بهاي الطريقة يمكن بدي نوع أكتر بدي بدي عرف الناس على فن الجرافيك بشكل أكبر طبعا أكيد وخاصة معرض الربيع أنا كتير كتير حبيته السنة لأنه أول شيء المكان اللي رحنا كنا فيه بخان أسعد باشا هو المكان بيعطيك حافظ للجمال و للفن وكيف إذا كان مع عمال كتير حلوة وكتير مبدعة وبتدعم الشباب والمواهب الشابة أيضا أكيد بتشجعنا أنه نضل استمر لبعدين معارض ثانية أكيد يعني مشاركات عم نشوف ومواهب جديدة وعم تتطور في تحضيرات أنتو هلأ حابين تحضرولها مثلا لمعرض الخريف نحنا بنعرف كان أسعد باشا بصير معرض الربيع وبعدين بيتبعوا معرض الخريف عم تحضروا شي لمعرض الخريف؟ لا بصراحة بس نوعها الشغلة معرض الربيع هو العمر المعين لعمر الشباب والخريف لأعمار بس في كتير شغلة حلوة أنه السنة الماضية بالالفين وستاش بمعرض الخريف سمحوا فيه لكل أعمار ولي أول مرة فهي السنة ما بنعرف شو عاملين بس أكيد هنكون مجاهزين له الشي يعني أنتو عم تجهزوا على هذا الشي شاركت أنا بمعرض الخريف سنة الماضية شاركت تيك؟ أنه بالربيع وبالخريف كانت فرصة كتير حلوة أنه التقوى الشباب مع الفنانين الكبار كتير كتير يعني شي رائع نعم نسرين خلينا نحكي قديش كمان مهم على أي حدا فنان أو ديزاين بالكولاج داي مهم أنه هو يواكب تطور الألوان يواكب الموضة يمكن لحتى يتيح تسويقه بشكل أكبر وبيع بالسوق أكيد هذا الشي دايما لازم أنه نحضر معارض دايما إحنا أي مارض يصير نروح نحضره نتعرف على الشي الجديد نشوف خبرات الآخرين ممكن الواحد نكتسب شي طوره أكيد نعم يعني بدنا نرجع لك مرام قديش مشاركتك الأولى بهذا المعرض عطتك دافع قوي وحسستك بالمسؤولية تجاه حتى رفعتك تجاه أهلك تجاه زملائك بالكلية قديش حملت هيك مسؤولية أنه أنتي بلشتي قبل ما تتخرجي تشاركي بالمعارض أكيد هلا أكيد عطتني دافع كتير كبير مو بسلة بعد التخرج حتى جوع ضمن الجامعة أنه أنه قدر قدم نعم تشدري أنه قدر حاول تطور حالي أكتر بالمشاريع اللي عم قدمها أكيد بحب أشكر دكاترا اللي عام بالكلية اللي عطول بيكونوا معنا رغم كل شي عم يجوا عم بيضاوموا عم يصلحونا مشاريع ويعطونا ملاحظات فأكيد هذا الشي أنه مشاركتي بالمعارض عطتني دافع أكبر لأنني أطور حالي أكتر حب الشي اللي أنا عم أشتغله وقدم أفكار جديدة وأكيد حتى بعض المعارض يعني بعض التخرج أنا رحكمل وضل إن شاء الله يا رب بدي أسألك سؤال صغير يعني بيضمن سؤالنا هذا الجرافيك بالذات مشاركاته عم نشوفها مانة كتير واسعة بالمعارض الثانية ليش مع أنه هو فن يعني ومن الفنون المانة سهلة على فكرة الجرافيك هو من الفنون اللي بتعتمد على الموهبة بتعتمد على حب المادة في نظرة في نظرة لأنه كل إنسان إله ترتيب بحياته يعني مثلا بيكون أنت الشي بيزهنك غير بيزهن زميلك هو بيعطيك ليش ما نلقي مشاركات قليلة لهذا؟ هو الشكل اللي صاري عندنا بقسم الجرافيك إنه هو بده مواد كتيرة بده مكابس حتى نقدر نطبع عليها الكلاشات اللي نعملها طيما بتعرفوا في الكلاشات الحجر الخشب المعدن هذول كلهم بدهون مكابس اللي ينطبعوا فيه مواد أكيد كمان نستعملها مثل الحمض والأسيد هذول يعني صعب يتواجدوا عطوله وبدهون فترة طويلة للشغل يعني نحنا بالجامعة عنا كيل شهر بيعطونا مشروع فيه لعدد لوحات قليل فبيأخذ وقت كتير بيأخذ جهد كتير أكيد أكيد نعم رحنا ننتقل لألك هلا نسرين كمان قلت لنا أنه عم تحضري هلأ التحضيرات للمعرض الثاني هي بتختلف عن هذا المعرض ولا بنفس الاتجاه كمان بالخيط والإبرة الحقيقة ها كونه كتير ناس أعجبت بهذا الشيء كتير فنانين إنو ملاقينا شي جدير فح أستمر على نفس النماط بس أكيد بلوحة مختلفة يعني فيها اختلاف نعم بصراحة كمان فيه شغلة كتير حلوة إنو اللوحات اللي أنا عم اشتغلها مثل المواد من وين عم جيبها كلها من بقايا عماش من التياب قديمة ومن أصاصات من معامل الخياطة يعني هاي الشغلة ممكن منحنا عم ندرسها إنو أي حدا من بيته من أي شيء إنو المواد موجودة حوالي يستفيد منا ويعمل شيء نعم نسرين ومريم نحنا بنا نتمنع لكم التوفيق وإن شاء الله دائما بنستضيفكم تكونوا مشاركين وفايزين بجوائز يا رب من خلال مشاركاتكم ويمكن تستمروا بدعم ونشر الفنون يلي بتتميزوا فيها شكرا كتير لألكم وموفقين يا رب شكرا لحضوركم معنا ويساعدكم